التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في متابعة ما ينشر من أراء وردود فعل بالداخل والخارج منذ الأعلان عن طرح 32 شركة كطرح عام في البرصة أو لمستثمر استراتيجية وخلال اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطرحات الحكومية أشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف المضي في تنفيذ ما تم الإعلان عنه في هذه الخطة والتي تبعتها ردود فعل إيجابية تمثلت في طلبات من عدد من المؤسسات وشركات العالمية سعيا للحصول على تفاصيل أكثر أو الإعلان عن الاهتمام والرغبة في الإثثمار في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة بها وقعت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وذلك في إطار التعاون المتبادل بين الجانبين وحرص التنصقية على الحفاظ على قوة مصر النعمة وتم الاتفاق من خلال البروتوكول على التعاون في حملة التوعية التي تقوم بها النقابة والعمل على توسيع نطاق تأثيرها وفعليتها وتشجيع الشباب على الإنخراط في مجالات الثقافة والفنون المتنوعة والتعاون في دراسة وأعادة النظر في مواد القانون والتشريعات التي قد تعقل نشر الثقافة والفنون المتنوعة أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد قتل الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير ارتفع لأكثر من 41 ألف شخص يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيها سلطات تركيا انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال بتثناء محافظتين ويأتي توقف عمليات البحث بعد تضاول الأمال في العثور على ناجين أحياء بعد مرور 13 يوما على الزلزال المدمر حذر وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين الصين من إمداد روسيا بالأسلحة وأشدد بلينكين على هامش مؤتمر بيونيخ للأمن على أن أي أمدادات صينية لروسيا من شأنها أن تؤدي إلى مشكلة خطيرة وأضف وزير الخارجية الأمريكية أن قلق الولايات المتحدة مبني على معلومات تفيد بأن الصين تنظر في تقديم دعم فتاك إلى روسيا حذر الاتحاد الأوروبي من معاناة أوكرانيا من نقص الناف الذخيرة وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسب بوريل أن أوكرانيا في وضع حرج من حيث الذخائر مشيرا إلى أن هذا النقص في الذخائر يجب إيجاد حل له سريعا وفي الوقت نفسه أكد بوريل أن أوكرانيا عضو في الأسرة الأوروبية لكن عضوية الاتحاد الأوروبي تحتاج لمراحل وشروط أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد هو الثاني في أقل من 48 ساعة ونقلت وكالة أنباء يونهاب الرسمية عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ باتجاه البحر الشرقي الذي يسمى أيضا بحر اليابن ويأتي ذلك غدات تدريبات مشتركة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفق ما أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في سول فازت النسخة الألمانية من الفيلم الكلاسيكي المناهد كل شيء هادئ على الجبهة الغربية بعدد من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما وتلفزيون بافتا وعلى رأسها جائزة أفضل فيلم وإجمالا فاز الفيلم بالسبع جوائز هي أفضل فيلم وسيناريو وأفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل صوت وأفضل موسيقى أصلية ويستند الفيلم إلى رواية منشورة عام 1928 عن أهوال الحرب العالمية الأولى ختام مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر